الخامس والعشرين من يونيو ذكرى مرور خمس وعشرين سنة على تفجيرات الخبر والتي نتج عنها مقتل مائة وعشرين شخصا منهم تسعة عشر طيارا أمراكيا مايك بيمبيو وزير الخارجية الأمراكي السابق كتب مقالا في وول ستريت جورنال يذكر فيه الإدارة الحالية بتلك المأساة قائلا إن محاولة العودة إلى الاتفاق النووي هي إهانة للطيارين الذين لقوا حتفهم في التفجير فهل يختلف تعاطي الإدارة الحالية مع طهران عن سابقاتها ولماذا تتوقع أمريكا في كل مرة تغيرا جذريا في سلوك إيران وبالعودة إلى تفجير الخبر كيف كانت تعامل للسعودي الأمني وكيف كانت تعامل نظيره الأمريكي بعد قليل هنا قبل ربع قرن شهدت المملكة أكبر عمل إرهابي في حينه تفجير مروع بسيارة كبيرة مفخخة زلزل المكان وأحدث دمارا هائلا في المكان هذه البناية كانت مقرا للقوات الأمريكية بعد تحرير الكويت وعند الصباح كان حجم الحفر التي خلفها الانفجار دليلا على هول ما جرى في ليلة سابقة هذا بالنسبة للسياج الصهريج دخل من خارج السياج الأمني وثم وقف في هذا الموقف في هذا المكان وطبعا تأثرت العمارة القريبة منه جدا هذه العمارة تأثرت ولكن تأثرت أقل من العمارة الثانية التي أزيلت تماما كان هناك قتلة وفيه إصابات وفيه يعني تأثر من هذا الحادث وكان هناك عمق ما يقارب 8 أمتار إلى 7 أمتار تحت هذا بالنسبة للموقع الانفجار وين الحفرة؟ الحفرة كان موقعها في هذا المكان الملعب هذا لجيت في أول ساعة الانفجار بالصدفة كنت موجود جاي صدفة يعني مو بصفتي صحفي أبشوف والمهم مشيت لين تخطيت يعني طريقة وقفت على الحفرة تحت من 8 إلى 11 متر عمقا الانفجار المروع حطم معظم زجاج البيوت في الحي المجاور وسمع دويه في مدينة الدمام حيث المسافة أكثر من 20 كيلو مترا لم يسمع سكان الخبر والظهران والدمام صوتا بهذا الدوي منذ حرب تحرير الكويت في هذا المنطقة ما كان فيه هنا إرهاب ولا نسمع به وتأثروا تأثر كبير جدا العوائل والبيوت وكان فيه أوقات امتحانات وتأثروا تأثر كبير جدا وكان الناس يعني ما آمنين في بيوتهم في أماكنهم في مواقعهم ولكن هذا الانفجار سبب مشاكل كبيرة حتى اليوم النهار الثاني ما كان هناك اللي في المستشفى واللي يعني فزعوا كثير من هذا الموقع كان هدف المعتدي إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية محمد الدهام الإخبارية الخبر أهلا بكم ورحب بضيفي هنا في الستيديو عضو مجلس الشراء دكتور إبراهيم النحاس أهلا بك دكتور النحاس في مقالة بن بيو حذر الإدارة الأمريكية الحالية من مغبة الاتفاق أو العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران حتى لا تكون هناك أو لا يمثل ذلك هانة لأرواح الجنود أو الطيارين الأمريكيين الذين لقوا حطفهم في هذا التفجير لكن هل يختلف سلوك الإدارة الحالية عن سلوك إدارات سابقة أمريكية تحديدا الديمقراطية منذ احتجاز الرهائن وحتى اليوم نعم نلاحظ اختلاف بين الإدارة الجمهورية والإدارة الديمقراطية دائما الإدارة الديمقراطية دائما تكون أكثر مهادنة مع المصالح الأمريكية للأسف على حساب الولايات المتحدة الأمريكية في مثل هذه الملفات تحديدا الآن نشاهد مثل هذا الاختلاف وهذا يدعونا أيضا إلى كثير من التعجب على اعتبار بأن المسألة مسألة أمريكية سواء كان حزبا جمهوريا أو الديمقراطية نفترض أنه يدافع عن الجميع بينما نجد العكس تماما حقيقة الإدارة الجمهورية غالبا ما ترفع التصعيد لحماية الأمريكيين في الخارج حماية المصالح الأمريكية التعبير عن القوة والهيمنة الأمريكية الخارجية بشكل قوي الإدارات الديمقراطية تحاول الذهاب إلى الجهات أو تحاول ممارسة سياسات ناعمة تجاه القضايا الأمريكية التي خسر الأمريكيون فيها الكثير من الضحايا وهذه ثبتت حقيقة في إدارات ديمقراطية سواء إدارة كلينتون في مراحل معينة إدارة أوباما أيضا في مراحل معينة والآن إدارة الرئيس بايدن لو ما قارناها بإدارة ريغن أو إدارة بوش الأب أو بوش الإبن والآن ترامب الأخير نجد أنه اختلاف كبير جدا الجمهوريين دائما ما يذهبون أشار أشار بن بيو إلى إدارة الرئيس السابق ترامب وفرض أكثر من ألف عقوبة على إيران وتعمل بحزم لكن حتى عندما جاءت تلك الإدارة إدارة ترامب كاري كان يطلب من الإيرانيين الانحناء للعاصفة لمدة أربع سنوات حتى تمر في فترة نعم وهذه من الأمور التي تدعونا إلى التعجب كثيرا على اعتبار أن كاري وزير خارجية سابق ومرشح رئاسي في مرحلة معينة مرشح رئاسة أمريكية ويمارس هذا الدور على حساب الأولى المتحدة الأمريكية وعلى حساب إدارة أمريكية سابقة وهذا يدعونا لنتخيل أن هذا الوضع حدث في دولة أخرى لسميه كأنه خيانة للمسؤولية وخيانة للنظام السياسي وخيانة للدولة تصرف كاري لا يمكن وصفه حقيقي ولا يمكن تصديقه بأنه يعبر عن مصارح السياسية الأمريكية بحال من نحوان لأنه الرئيس ترامب هو كان رئيساً ومتحدة أمريكية وهو الذي يملك حق التعبير عن السيادة الأمريكية الخارجية على جميع المشتريات عندما يأتي مثل هذا التصريح وكأنه يطعن بسياسات ومع دولة عفواً بين قوصة في إرهابية العلاقات مقطوعة بين الولايات المتحدة وإيران ليس هناك سفر نعم علاقات مقطوعة بل وتتهم إيران بأنها مارسة الإرهاب ضد الولايات المتحدة الأمريكية سواء في 79 وغيرها أو بأيضاً زيادة ممارساتها للإرهاب ودعمة تنظيمات الجمعات الإرهابية ذلك التصرف حقيقة يعبر عن توجهات ديمقراطية تجعلنا كثيراً حقيقاً نتساءل حول ما هي هذه التوجهات التي يذهب لها الحزب الديمقراطي ولماذا يذهب مثل هذه التوجهات نحن لا يمكن أن نقول بأن هناك هذا الحزب يخون الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هل يعبر حقيقةً عن المصالح الأمريكية وعن أرواح الجنود الأمريكيين الذين الفقدوا فيها الخارج هذه هي حقيقة تدعونا لكثير من التساؤل تساؤل آخر أيضاً لماذا يحدث تدخل في الشؤون الأمريكية والأمريكية في القضايا الخارجية عندما الحزب الجمهوري برئاسة ترامب يذهب بتوجه معين وصارم ضد الإيرانيين ويأتي هناك توجه آخر يقول للإيرانيين لا تذهبوا مثل هذا التوجه لأنه قد نأتي للرئاسة كديمقراطيين وبعد ذلك نعود لما كنا عليه زمن أوباما أمور كثيرة جداً طيب هذا يقولني للسؤال التالي في كلام ببيو لن يتغير شيء في ظل الرئيس الإيراني القادم إبراهيم رئيسي صحيح الذي فاز في انتخابات مزورة يقول لكن بيلت لينتون بعد تفجيرات الخبر كان يعتقد أن قدوم خاتمي سيغير تماماً من سلوك إيران الآن بايدن يتوقع أن الأمر سيتغير مع إيران وأن سلوكها سيختلف تماماً لماذا دائماً الولايات المتحدة أو الديمقراطيين تحديداً يتوقعون نتيجة مختلفة مع خطوات مشابهة يمارسونها لأن الحزب الديمقراطي دعني أقول تتصارع داخله عدة التيارات منها التيار الاشتراكي منها التيار الليبرالي اليساري الذي يؤمن بأمور معينة على سبيل المثال الأقليات على سبيل المثال الحقوق التي يدعون الحقوق وغيرها على عكس الحزب الجمهوري الذي لا يؤمن مثل هذه التوجهات وإنما يؤمن بالهيمنة الأمريكية قد يكون هذا الصراع في داخل الحزب الديمقراطي هو الذي يؤدى إلى ضعف هذا الحزب في السياسة الخارجية وأيضا قد يفهم بمرحلة بشكل آخر وهو هذا الذي يقلق الدول في المنطقة عموما دعني أقول على أقل تقدير كمتابعين أن هذا التوجه الديمقراطي يذهب باتجاهات ظاهرها الحقوق وباطنها هو تدخل في شؤون الدول الأخرى ودعني أقول زعزعت أمنها واستقرارها عن طريق استخدام مثل هذه الأنظمة المتطرفة كالنظام الإيراني ألا يمكن أن تكون إيران نجحت في أن يكون لها وكلاء في المنطقة هذه الارتباطات المتشاعبة كما يقول بمبيو قد تنطلي على البعض الأكثر سذاجة يقول لكن هل هناك بالفعل من يصدق عدم مسؤولية إيران عن هذه العمليات التي يقوم بها وكلاءها أم هم الأكثر سذاجة بحسب وصف بمبيو أم هو تغاضي مقصود خاصة من الولايات المتحدة نعم هو تغاضي مقصود وممارسات إيران لا يمكن حجبها حتى القاضي الأمريكي أمر ب دعني أقول وصلوا للنتيجة بأن الإيرانيين هم الذين قاموا بكثير من العمليات منها عملية الخبر وبالتالي هذا قضاء أمريكي مستقل يعتبر داخل الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هو وصل هذا النتجة هو كما تفضلت هو تغاضي لغرض الاستفادة وهذا الذي يجعلنا أيضا مجددا نقول بأنه لماذا الحزب الديمقراطي يذهب بمثل هذه الاتجاهات إلا إن كان هناك دعني أقول مصالح يريد تنفيذها في المنطقة عن طريق هؤلاء وهل هناك علاقات إيرانية خفية مع الحزب الديمقراطي لتنفيذ سياسات معينة مقابل حمايته ومقابل استمرار بمثل هذه الممارسات يضاف لذلك بأنه سواء محافظ أو جمهوري في الإيرانيون هم يتبعون استراتيجية إيرانية رسمها الخميني ويستمر عليه خامنئي الآن وبتالي لا يوجد تغيير السذاجة ليست تجوز السجادة وإنما هناك استراتيجية للأسف عليا دعني أقول تنفذ بشكل أو بآخر عن طريق الحزب الديمقراطي الآن في المنطقة دعني أقول وليس فقط في إيران طيب دعني أعودي لتفجيرات الخبر كانت التحقيقات تجري بين الجانب السعودي والأمريكي وتبادل المعلومات كانت لجم مشتركة لكن اختلف التباين والتعامل لاحقا السعودية قبضت على هاني صايغ في كندا في عملية أمنية معقدة وغير مسبوقة وأحرجت وقتها كندا وسلم بمعرفة الولايات المتحدة المغسل قبض عليه في الضحية الجنوبية كانت إيران أشاعت بأنه انتحر وقتها ولكن كانت هناك متابع من قبل الاستخبارات السعودية بعد 19 عاما ألقي القبض عليه وهو بالمناسبة مطلوق للإف بي آي هذا التباين في التعامل السعودي والأمريكي نعم هو من جانب المملكة التعامل مهني التعامل للقضاء دعني أقوله في سياسة مواجهة التنظيمات وجمعات الإرهابية الحرب على الإرهاب مستمرة مهنية وجهزة الأمن السعودية على جميع المستويات بمختلف دعني أقول تكاليفها أو مهنيتها أو أيضا المسؤولية التي تقع عليها البلاد المتحدة الأمريكية دعني أقول لا أريد أن أقول ليست مهنية وإنما قد يكون ليست على ذات الأهمية بمحاربة التنظيمات وجمعات الإرهابية بحكم أنها بعيدة عن هذه المنطقة وأيضا بحكم أنها غير مهتمة كثيرا بأن تكون سياساتها الأولى في المنطقة في محاربة التنظيمات وجمعات الإرهابية المملكة العربية السعودية أخذت على عاتقها منذ اليوم الأول محاربة التنظيمات وجمعات الإرهابية جزء ثاني وهو غايف الأهمية أن هذه العملية الإرهابية الكبرى التي تسجل بأنها عملية من كبريات العملية الإرهابية تاريخيا أنها حدث على أرض المملكة العربية السعودية وبالتالي موكب السعودية آخذ على نفسها أو على عاتقها أنه لا يمكن أن تسمح بأن تستهدف بيحملها لكن حتى هناك محكمة فدرالية في شرق ولاية فرجينيا وجهت تهم للمغسل التامر لقتل المواطنين وموظفين أمريكيين وشروع في استهدافهم ومستخدامهم ذكرتهم بالأسماء وكان هناك اتهمات غيابية بالتالي السعودية ربما أنقذت الولايات المتحدة أو حفظت على الأقل ماء وجهها في مثل هذه الاتهمات نعم المملكة كثير ساهمت بنعم المحافظة على أمن المجتمع الدولي وبغض النظر عن تلك الدول التي تلقى فيها تنظيمات الجماعات العرهابية لأنه هو مبدأ أصيل قامت عليه هذه الدولة الكريمة المملكة السعودية بأهمية مواجهة تنظيمات الجماعات العرهابية هذا الجزء الثاني إن كان هناك عدالة في المجتمع الدولي لرفعها الراية للمملكة العربية السعودية بأنها الدولة الأولى عالميا في محاربة التنظيمات الجماعات العرهابية وهذا يبعد التهم والادعاءات المزيفة والمزاعم التي دائما تتهم المملكة بحكم أن هناك مواطن سعودي على سبيل المثال قام بعمل إرهابية على الرغم من أن المملكة العربية السعودية هي التي تطالب بالقبض عليهم وهي التي أيضا توصل المعلومات للمجتمع الدولي أن يساهم معها ومع ذلك نجد للأسف دعني أقول سياسات تستهدف سمعة المملكة العربية السعودية لأغراض سياسية وهنا نعود مجددا لماذا لا يتم مثل هذا العمل التعاون الدولي لمحاربة التنظيمات الجماعات العرهابية على الرغم من أن المملكة تقدم المعلومات وتقدم الأوصاف وتقدم الأدلة على أهمية القبض على هؤلاء الإرهابيين القضية المغصرة على سبيل المثال هذا يعطينا أعلى مستويات من المهنية التي قام بها الأمن السعودي على مدى تسعة عشر عاما من المطاردة ولم ينطلع على أجهزة ثمنة السعودية تلك الأقاويل والكاذيب الإيرانية المعهود عنها ولم ينطلع على الأعيب التي في داخل لبنان بحكم أن الحزب الإيراني في لبنان أيضا يساهم في زعزة من استقرار لبنان عمليات كبيرة جدا قامت بملكة المملكة السعودية وما زالت تقوم بها وما زالت المملكة تطالب بها وهذا يعطينا دليل مؤشر أيضا جديد بأن هناك في السعودية عندما تريد العمل تعمل من المجتمع الدولي ولكن على الآخرين نكون على نفس المجتمع سواصل معك قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بن بيو أن تفجير الخبر يجب أن يكون بمثابة صرخة تذكير بأن النظام الإيراني سوف يبحث عن نقاط الضعف ويعاقب أمريكا وأنه يجب عدم نسيا ذلك اليوم وإرضاء قادة الإرهاب في إيران اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكن هل هذا الاستغلال فقط في موضوع الإرهاب أم أنه حتى في الاتفاقات السياسية مثل الاتفاق النووي نعم وهذا يدعو إلى كثير من الحذر ماذا إذا أين سوف تصل إيران بتجاوزاتها للقانون الدولي وخرق القانون الدولي في المنطقة مستغلة إدارة الرئيس بايدن وتهاونها واستردائها كما قال وزير الخارجية السابق سيد بومبيو إلى أن تمارس زعزعة أمن واستقرار المنطقة بل والذهب بعيدا في قد يكون الحصول على السلاح النووي وليس فقط الحصول على امتيازات في الاتفاق النووي هذا الأمر يدعو إلى كثير من القلق يدعونا إلى كثير من الحذر يدعونا إلى كثير من التساؤلات وأعتقد أنه يجب على الشعب الأمريكي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وممثلية الشعب الأمريكي في الكونغرس الحذر كثيرا لأنه هذا ليس فقط كما قال وزير الخارجية إهانة للشارع الأمريكي أو للإستراتيجية الأمريكية أو حتى للضحايا الأمريكيين وإنما إهانة أيضا حتى لتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تصول وتجول حول العالم بأهمية مكافحة الإرهاب والتنظيمات والنظم التي أدت إلى إرهاب في المنطقة ومنها النظام السياسي الإيراني إهانة أيضا حتى للممارسات التي تمت وخسرنا ملايين من أبناء الشعب العراقي تحت الدعاءات بأنه محاربة الإرهاب في العراق أو في المسلمين في أفغانستان يقال بأنه كان هناك إحراج للولايات المتحدة عندما سميت إيران بأنها خلف هذا التفجير تفجير الخبر بروس ريدل الذي كان نائبا لمساعد وزير الدفاع إبان التفجير الخبر في 96 قال أن السعودية كان لديها معلومات عن منظمة إرهابية شيعية سعودية تدعمها إيران وكانت متواجدة اللي هو حزب الله الحجاز لكنهم لم يشاركوا هذه المعلومات مع الأمريكيين خشيت أن يكون هناك صراع مباشر ما بين واشنطن وما بين طهران وتكون دول الخليج في المنتصف لكن دعنا من السعودية الآن ماذا فعلت الولايات المتحدة في أزمة الرهائن 82 في بيروت 83 تفجير السفارة الأمريكية 83 تفجير مقر أو الهجوم على مقر مشال بحرية 84 الهجوم على ملحق للسفارة الأمريكية وحتى 2006 عندما قالت واشنطن أن إيران تدعم جماعات والطالبان ضد القوات الأمريكية في أفغانستان لم يكن هناك صراع مباشر بينهم نعم ولذلك نقول هل النظام الإيراني تحديدا الخميني عندما أتى هل هو يلعب لعبة استراتيجية لصالح دعني أقول تحديدا السياسة الأمريكية في المنطقة منذ عام 79 عندما يغض النظر على سبيل المثال في بيروت أو في غيرها عن ضحايا أمريكيين ولا يعاقب إيران بدعني أقول ضربات عسكرية معينة من تقصد الخميني؟ أقصد منذ عامة الخميني الممارسات الإيرانية ضد الأمريكيين بالإرهاب عالية جدا والولايات المتحدة الأمريكية لم تعاقب الإيرانيين بينما في مناطق أخرى توجهت الإدارة الأمريكية لمعاقبة العراق على سبيل المثال حتى تحت إدعاءة معينة وليبيا وبالتالي لماذا هذا التناقض في السياسة الأمريكية بين العرب من جهة وبين إيران من جهة أخرى هناك صمت وسكوت وبلو العكس وأحيانا دفاع وكما تفضلت قد يكون حرج وهنا العكس تماما تطرف هل لديك إجابة مختصرة أو أتوقع لماذا؟ أعتقد أن إيران تلعب الدور الذي يراد لها أن تلعبه لزعزعتها من واستقرار المنطقة لا أعتقد أن هناك هدف للستراتيجية الأمريكية وخاصة مقبل الحزب الديمقراطي في المنطقة شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم النحاس عضو مجلس الشراء شكرا لحضورك ولوقتك معنا شكرا لك